السلام عليكم عقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء وفي هذا الاجتماع كانت هناك قرارات ونقاشات عن بعض الموضوعات التي تخص بلدنا هذه الأيام بالتأكيد سيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ابتدأ الحديث عن الانتخابات وإجرائها وأجوائها بدءا الانتخابات تتذكرون أنها كانت أولى هدف من أهداف الحكومة وهو مثبت في البرنامج الانتخابي لهذه الحكومة والحكومة أنجزت الوعد الانتخابات في العاشر من تشرين الأول وهذا الإفاء بالوعد أول الأشياء التي تحسب لها بكل عملها في مجلس الوزراء وبكل دعمها للمحوضية الذي طالما وضحناه وبيناه من على هذه المنصة كانت الانتخابات بلا خروقات أمنية والحمد لله نجحت أمنيا وبلا خروقات قانونية ولذلك هي انتخابات تمثل خطوة مهمة في المسار الديمقراطي في العراق وتمثل في هذا العام عام 2021 انتخابات مفصلية ما قبل هذا العام وما بعده هذا المفصل الأساسي الحكومة سيد رئيس مجلس الوزراء تحديدا لم يشارك في هذه الانتخابات وهذا منح ثقة أكبر في العملية الديمقراطية وعدم دخول سيد رئيس مجلس الوزراء في السباق الانتخابي له دلالاته وله إيجابياته في هذا الموضوع وربما يدعم الحكومة في أن تكون حقيقة منزهة من ممارسة الضغوط وغير ذلك إذ لا مصلحة لها في هذا السباق وفي هذه المنافسة فلا تضغط على أي جهة من أجل أي نتائج العراقيون من جانبهم شاركوا في هذه الانتخابات ومشاركتهم تأكيد للمسار الديمقراطي لبلدنا وتلقت الحكومة والذي يتابع وسائل الإعلام إشادات بنزاهة العملية الانتخابية واعتراف دولي بها وهذا أمر أساسي بالنسبة إلينا أما بعض الأطراف التي حاولت أن تبدي ملاحظات على سير العملية الانتخابية فهذا أمر مشروع حقيقة في أن يبدأ الإنسان ملاحظاته على ما جرى إذا كانت هناك أشياء معينة يبدأ اعتراضه عليها وأيضا هناك قانون ينظم هذه الاعتراضات في شكل طعون وهو أمر متاح وميسر في هذه العملية نحن نقيم أنفسنا سيد رئيس مجلس الوزراء تحدث عن هذا الموضوع نحن نقيم ما فعلناه حقيقة ونرى نتائج الانتخابات والعراقيون عبر هذه العملية ينتقلون إلى مرحلة جديدة في هذا المسار الديمقراطي الذي يحترمون فيه هذه العملية ويحترمون حتى مبدأ الاختلاف فيها في النهاية سيد رئيس مجلس الوزراء بارك للعراقيين هذا العمل وشكر الكابينة الوزارية على كل الجهود التي بذلتها وأكد أن لا يوجد خاسر في هذه العملية الانتخابية لا يوجد خاسر في هذه المنافسة كل الذين شاركوا مقيمون من أولئك الذين فازوا في هذه المنافسة أو الذين لم يحالفهم الحظ كلهم رابحون في خدمة بلدهم ثم صار الاجتماع إلى بعض القرارات القرار الأول كان هناك مسألة تتعلق من ضمام العراق على اتفاقية المناخ وهذه مسألة مهمة فيما يتعلق بشؤون البيئة فكان هناك إقرار من مجلس الوزراء لوثيقة المساهمات المحددة للعراق بشأن التغيرات المناخية هذا الموضوع أساسي ومهم لأن هناك اجتماعات تقترب وشيكة الحدوث يشارك فيها العراق وكان لابد من إقرار هذه الوثيقة التي تؤسس لمبادئ في مسائل التغيرات المناخية أيضاً كان هناك قرار لمجلس الوزراء يدعم معالجة ملوحة نهر الفرات وكذلك موضوعات التصحر الملوحة في الجنوب تعلمون ما يعاني الناس من المياه المالحة خاصة في هذا القرار الذي حاول أن يعالج هذه المشكلة فيما يتعلق بمناطق محافظة المثنى صعوداً إلى الناصرية مشروع تحويل هذه المياه المالحة إلى مياه عذبة كانت هناك لجنة الأمر الديواني رقم 73 وضعت جملة من المعالجات لهذه المشكلة وقدمت توصيات لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء أقر هذه التوصيات ووافق عليها وخصص المبالغ المطلوبة لمعالجة الملوحة أيضاً فيما تعلق بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية التي تشكل خطراً حقيقة على الطريق السريع في الجنوب هي رمال متحركة تؤدي إلى بعض الحوادث أيضاً كان هناك معالجة لهذا الموضوع في حدود محافظة المثنى إلى الناصرية هناك حوالي 80 كيلومتر حقيقة تحدث فيها حوادث بهذا السبب تحرك الكثبان الرملية وبالتالي هناك مشروع لإكمال الحزام الأخضر الذي يحمي هذه المنطقة أيضاً كان هناك قرار لمجلس الوزراء بتزديد مبالغ شراء طائرات حديثة من شركة بوينغ هذه الطائرات كان العراق قد تعاقد عليها منذ مدة وحالة الأزمة المالية وقلة التخصيصات دون تزديد هذه المبالغ اليوم مجلس الوزراء مع توفر هذه المبالغ أقر تزديدها وبالتالي المضي في هذا العقد لشراء طائرات حديثة من شركة بوينغ المعروفة في وزارة الصناعة كان هنا قرار أيضاً وهو إقامة مدن صناعية على أراضي سيد وزير الصناعة طلب من وزارة المالية أن تتنازل عن أثمان أو بدلات الأراضي التي تقام عليها مدن صناعية خاصة لدينا مدينة صناعية جاهزة في محافظة الذقار وبالتالي وزارة الصناعة بحاجة إلى هذا التنازل لتتجنب دفع بدلات قطع الأراضي وتم هذا الأمر اليوم بتصويت مجلس الوزراء أيضاً في محافظة الذقار وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق إعمار ذقار منح سلف تشغيلية لأصحاب العقود في هذه المحافظة هذا النوع من الدعم الجديد يقدمه مجلس الوزراء إلى هذه المحافظة في أمانة بغداد كان هناك قرار يتعلق بتخويل هذه الأمانة أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر لتطوير المحلات والشوارع في مدينة بغداد هذا أمر ضروري هذه الأيام لسرعة الإنجاز لدينا مشاريع أحياناً تأكلها البيرقراطية ومسائل المكاتبات بين الوزراء المتعلقة اليوم مجلس الوزراء سهل لأمانة بغداد أن تنجز هذه المشروعات الخدمية الأساسية للناس على نحو سريع وفي وزارة الإعمار والإسكان كان هناك قرار بتأهيل الطريق الواصل بين ناحية واسطة القديمة وقضاء الحي وطريق آثار واسطة في المحافظة وكان هناك صيانة لجسر في قضاء الخضر التابع لمحافظة المثنى وأخيراً كان هناك قرار استثناء لنادي الميناء الرياضي ونادي الزوراء الرياضي بدعمهم بصرف مبلغ حوالي 3 مليار دينار للإفاء بالتزاماتهما المالية هذه جملة القرارات التي اتخذت هذا اليوم وأنصت الآن إلى أسئلتكم مساء الخير معالي الوزير عباس ناعم مراسل قناة العراقية الإخبارية ذكرتم قضية الانتخابات هناك إشادات إقليمية ودولية بهذه الانتخابات لكن بالطرف الآخر هناك اعتراضات وبيانات تصعيدية من بعض الكتل كرئيس وزراء قريب لهذه الكتل والشخصيات السياسية ما هو دوره في تقريب وجهات النظر والابتعاد عن التشنجات التي تحدث الآن في شهر العراقي شكراً جزيلاً سؤال جيد حقيقة لأن يبين دور الحكومة وتحديداً دور رئيس مجلس الوزراء كلما ظهرت أزمات أو اعتراضات أو قضايا للنقاش في هذه المسألة تحديداً بالتأكيد رئيس مجلس الوزراء له دور في عقد اللقاءات وفي عقد التفاهمات بين هذه الكتل السياسية هذه القوى السياسية وليس ببعيد عنها في كل ما يعن لنا في عملنا الحكومي وبالتأكيد هذه الأيام تجرى مناقشات وحوارات في هذا الموضوع لإيجاد حلول وطبعاً هناك الطرق القانونية ذا ما تحدثنا عن الاعتراضات التي ظهرت قبل يومين منذ نهاية الانتخابات هناك مسار قانوني وهناك مسار طبعاً تفاهمات تفاوضات يشترك فيه الجميع السلام عليكم من الصفة كامل وكالة انباء الهرم الدولية رئيس الوزراء أوفى بوعده تجاه الانتخابات بموعدها ونجاح الخطة الأمنية في العراق ولكن ظهرت بعض ظهور النتائج ظهرت تهديدات في الشارع العراقي من بعض الكتل السياسية وبعض الأحزاب وأدت إرباك في الشارع العراقي فما هو موقف الحكومة العراقية من هذه التهديدات شكراً الحكومة العراقية تعمل في إطار مؤسسي قانون مهمها معروفة وواضحة فيما تعلق من الانتخابات نتائج الانتخابات وما تظهره من اعتراضات بأي اسلوب كانت تهديدات غير تهديدات تعون قانونية هذه مسائل لها مسارها القانوني ومجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء ما زلنا نعمل في إطار مهامنا المنوطة بنا في الانتخابات بمعنى آخر هذه التهديدات لها مسار قانوني إذا ظهر أي عواقب لها وبالتالي نحن لا نستبق الأحداث ولا نستبق الزمن ما زالت الأمور تتفاعل والقوات تتفاهم وسنراقب الحكومة تراقب بالأوضاع وتشترك في تفاهماتها وتشترك في تعزيز هذا المسار بلا مشكلات وبلا أي عواقب ممكن أن تؤذي المجتمع العراقي السلام عليكم معالي الوزير مصطفى صقر قناة نارتي عربية في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة خلال شهرين المعلن عنها هل هناك مادة دستورية تسمح بتمديد عمر الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال؟ شكرا جزيلا أيضاً السؤال سابق لأوانه لم يمض يومان على الانتخابات ونحن نتساءل عنه هناك مدد دستورية معروفة يثبتها الدستور لما بعد الانتخابات أسبوعان للطعون أسبوعان لرئيس الجمهورية شهر لرئيس الوزراء لتشكيل الحكومة هذه مدد مثبتة في الدستور نحن لم نتخط هذه المدد بعد بل لم نشرع أساساً نراقب معكم وتراقبون أيضاً ونرى ما يحدث لاحقاً إن شاء الله السلام عليكم مع الوزير أحمد مؤية قناة يو تي في مع الوزير كتل سياسية معترضة على عمل المفوضية ونتائج الانتخابات ودعت إلى التصعيد ربما تلوح باللجوء إلى الشارع من خلال دعوة جمهور هذه الكتل لنزول إلى الشارع اعتراضاً على آلية الاختراع التي حدثت ونتائج الاختراع كيف ستتعامل الحكومة مع هذه الدعوات؟ شكراً هذا على الأغلب هو عمل المفوضية هناك تعليمات وضوابط لكل معترض على نتائج الانتخابات يمكن أن يمضي ويتبعها المفوضية هي الجهة المخولة التي تقوم بهذا العمل بتلقي الطعون هناك مسار قانوني لهذه العملية وقلت هذا قبل قليل المسار القانوني لكل من يرى أن هناك ملاحظات لديها علىها عملية الانتخابية يمكن أن يقدم الطعون ضمن مدد معينة وتعالج هذه وأعتقد بدأت هذه العملية بالنسبة للمفوضية بثينا السوداني وكادة عراق تايمز الأخبارية ما هو إجراء الحكومة في حال وجود تلاعب بالنتائج الانتخابات؟ هل سيتم عادة الانتخابات أو القبول بهذه النتائج؟ شكراً كل الأسئلة في حال في حال في حال دعونا ننتظر قليلاً لنرى هل هناك أدلة على انتهاكات أو خروقات هل نستطيع أن تتشكل الحكومة ومجلس النواب يستقيم عمل خلال المدد الدستورية؟ نحن للتو أنجزنا الوعد بالانتخابات ولذلك أنا آمل من الأسئلة أن لا تذهب بعيداً إلى الظنون إلى المراحل المستقبلية ماذا لو لم تتشكل الحكومة الجديدة؟ ماذا لو ظهرت انتهاكات؟ دعونا نتحدث عن الأجواء الإيجابية الآن أنجزنا الانتخابات وهذا وحده مهم وإنجاز للعراقيين جميعاً وليس فقط للحكومة أو للمفوضية أو لكل من دعم هذا المسار الديمقراطي أمامنا أفق حقيقة يجب أن ندعمه وأعمل أن تكون هذه المحطة محطة الانتخابات الجديدة في 2021 مغايرة لكل المحطات السابقة وتخلق مساراً جديداً للعراقيين السلام عليكم علي خشام رأس القناة السومرية إيفا بالوعد من قبل الحكومة الحالية حكومة سيد كاظمي لكن بعد إكمال عملية العدي والفرز وإعلان نتائج الانتخابات بعض زعماء أتحدث عن زعماء وليس شخصيات اهتيادية زعماء ورؤساء كتل وشخصيات سياسية لها ثقلها بالعملية السياسية شككت بنتائج الانتخابات وحتى نزاهتها ما هو ردكم بهذه الشكوك أو الطعوم؟ شكراً هذه مسائل ما زالت تعالج هي نوع من الاعتراض وإن كانت من زعامات كبيرة المفوضية تعالجها النتائج التي أعللت وصرحت المفوضية بأنها نتائج أولية بمعنى ما زالت هناك أشياء أخرى يمكن أن يعلن عنها وأنا أقول في الختام دائماً وطالما ما رددت من على هذا المنبر أننا إذا كنا نبحث عن انتخابات مثالية فلا وجود الانتخابات مثالية وضربت أمثلة كثيرة على البلدان العريقة في مساراتها الديمقراطية منذ قرن أو يزيد وذكرت ذات يوم الولايات المتحدة الأمريكية التي نشب فيها خلاف من هو الرئيس ترامب أم بايدن فإذا كان يصل في هذه الديمقراطية منذ القرن التاسع عشر وبهذه التكنولوجيا العالية في الولايات المتحدة الأمريكية يحدث مثل هذا الاعتراض فدعونا نستبشر خيراً في أن هذه الاعتراضات إنما هي الطبيعية وإنما هي اعتراضات هي من صلب ما نعيشه من انتخابات ومن رؤى مختلفة ومن نظرات مختلفة لننظر إليها بإيجابية وهناك حلول قانونية لها وإن شاء الله يمضي هذا المسار الديمقراطي للعراقيين إلى شيء أفضل في المستقبل القريب شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم